ينزم إلينا من لندن الناقضة الرياضي سيد سلام المناصير سيد سلام برأيك ما مدى كفاية الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي لكرة القدم لمحاربة ظاهرة العنصرية والتطرف ضد المسلمين أو العرب أو حتى أصحاب البشر السوداء مساء الخير تحية لك ولكم مشاهدين قناة الغد الأعزاء طبعا هذه هي سابقة خطيرة نتحدث هنا في الملعب الإنجليزية وحتى كما أشار تقريركم قبل قليل بأن النسبة العنصرية والكراهية زادت في الملعب الإنجليزية خلال الموسم الماضي ونحن الآن في بداية الموسم والأرقام تتصاعد نتحدث الآن خلال أقل من أسبوعين شاهدة العنصرية تعرض لها طبعا بداية مع لعب تشيلسي هو تاماي إبراهام ولاحقا بوغبا ورشفورد وكذلك لعب ريدنج عندما أضع ركلة جزاف الدقيقة الحادية والتسعيفي دوري الدرجة الأولى ياكو ميتي أعتقد بأن حتى الإجراءات التي اتخذها موقع تويتر لم تحد من هذه العنصرية لكن العنصرية الجديدة هذه المرة هو تعصب جماهير ذات الفريق وهي تهاجم لعب فريقة عندما نتحدث مثلا عن تاماي إبراهام عندما أضع ركلة الجزاء الترجحية الأخيرة في السوبر الأوروبي أمام ليفربول وحرم فريقه من التتويج بالسوبر الأوروبي يعني انفعل الكثير من مشجعي فريق تشيلسي وغردوا على تويتر ووصفوا اللاعب بإساءات كانت طبعا مرفوضة تماما وهو ما داع حتى المدرب فرانك لامبرد لتوجيه اللوع الكثير من شجعي فريقه هذا الانفعال والغضب جاء من باب بأنه صاحب بشرة مختلفة أم من باب حب الفريق والخوف على مصلحته وزعل حالة الخسارة هو أولا التعصب لأن الفريق قد خسر المباراة كما حصل يعني ذكرت مع تشيلسي وكذلك مانشستر وينايتد وكذلك مع اللاعب فريق ريدنغ عندما أضع ركلة الجزاء كما ذكرت قبل قليل ولكن في هذا النفس الوقت يعني كان هو التوجه كان ضد لاعبي البشرة السوداء وهذا طبعا يعني هذا شيء مرفوض تماما هنا في الملاعب الإنجليزية وحتى في الملاعب العالمية وطالما الفيفا يدعو دوما لمحاربة العنصرية والكراهية أعتقد هنا في الملاعب الإنجليزية الشرطة تحاول بقدر الإمكان وبالتعاون مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي الحد من هذه الظاهرة لكن الغريب عندما تعرض مثلا بوكبا لإساءات من قبل بعض الجماهير المحسوبة على مانشستر يونيتد تعرض زميله يوم أمس أيضا راشفورد إنما أضع أيضا ركلة جزاء موقع تويتر اكتشف بأن العديد ممن غردوا هم من أصحاب حسابات مزيفة حسابات وهمية وهما دعا طبعا مدافع مانشستر يونيتد ماغوير للتصريح قال هل يعقل مثلا موقع تويتر يسمح لإنشاء حسابات لأشخاص مشهولين أعتقد أيضا تويتر اليوم عليهم مسؤولية كبيرة جدا ولهذا طبعا الشرطة الإنجليزية لديها طبعا إجراءات أخرى بالتعاون مع تويتر للحد من هذه الظاهرة برأيك اليوم يعني يشهد العالم موجة يتساعد فيها التيار اليمين المتطرف هل ما يحدث اليوم في الملاعب له علاقة بتساعد هذه التيارات المتطرفة أم أنه منفصل تماما عنها بدليل أنه هذه الظاهرة منذ القدم ليست بظاهرة جديدة يعني ظاهرة التعصب في الملاعب بكل تأكيد يعني هذا الخطاب أيضا بدأ يؤثر على الجمهور الإنجليزي شاهدنا يعني مثلا عندما تعرضه لمحمد صلاح أيضا لإساءات في الملاعب الإنجليزية كذلك رحيم ستيرنينغ مع مايشستر الستي هذا طبعا الخطاب اليوم الذي يشتاح العالم خطاب الكراهية يعني الخطاب الذي بات يهدد أيضا ملاعب كرة القدم المشكلة اليوم هي ليس في ملاعب ليس في المدرج عندما حدثت مشكلة محمد صلاح من بعض المشجعين من نادي تشيلسي كانوا معروفين لأنهم اتحدثوا بفيديو ونادي تشيلسي اتخذ العقوبة بالحرمان هؤلاء المشجعين وكذلك من أساءوا لرحيم ستيرنينغ بينما الآن هي المشكلة في مواقع التواصل الاجتماعي في مواقع السوشال ميديا يعني أكثر الحسابات التي تعرض لها مثلا راشفورد يوم أمس أثبتت بأنها لحسابات وحمية كيف يمكن معالجة هذا الموضوع وأعتقد لابد أن تكون هناك إجراءات أكثر تشدد من أجل أن تنتهي هذه الظاهرة لأنها باتت تهدد الملاعب الإنجليزية أكثر فأكثر شكرا جزيلا لك سيد سلام المناصر الناقضة الرياضي كنت معنا من لندن